وإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما تعالوا نشوف هيحصل إيه الحديث هو حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورسة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وإنما ورسوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وتعالوا نرجع للحديث من الأول سيدنا أبو الدرداء وكان من أكثر الناس حرصا على العلم الحديث دي بالنسبة له يبقى سعادة يبقى فرح ولذلك أنا بسمي الحديث ده هو فرح العلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحديث زينة وبركة ونور وفرح لأهل العلم يقول سيدنا أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وكأن لازم تعرف أن ده هالجزاء لإحسان إلا الإحسان كما أن العلم بيدخل صاحبه الجنة في الدنيا لازم يدخل صاحبه الجنة في الآخرة ولذلك أنا بأفهم كده من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة سواء جنة الدنيا أو جنة الآخرة ولذلك حديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرتهم من رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر واتفق العلماء على أن من أحد تفسيرات حلق الذكر اللي هي حلق العلم فإذا أنت تسير في طريق إلى العلم أنت تسير إلى الجنة إلى رياض الجنة لازم نفهم ده كويس جدا 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 يبقى سهل الله له طريقا إلى الجنة في الدنيا وفي الآخرة ويمكن ده قد لأن الواحد لما بيتعلم يبقى يخاف الجهل ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة في الدنيا وجنة في الآخرة ونكمل مع سيدنا بوريرة وبيروي درر كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ليه؟ بتفتكر الملائكة العهد الأول اللي كان بنه بن آدم لما ربنا سبحانه وتعالى فضل آدم وعلم آدم الأسماء كلها مش ربنا سبحانه وتعالى عرض الأسماء عن الملائكة وقال أن بيوني بأسماء هؤلاء ما عرفوش ثم علم آدم الأسماء كلها إيه اللي حاصل؟ فالملائكة تتذكر فتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا إنه إيه؟ إنه هو على المسيرة الأولى لآدم مسيرة التكريم والإجلال بالعلم وبعد كده وإن العالم اللي يستغفروا له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان وفي الماء ليه؟ أهل العلم يقولوا في تفسير ده إنه الخير بتاع العلم بيعود عليهم كلهم على ملائكة في السماء وعلى الملائكة في الأرض خير إيه؟ إنهما التعلم ده بيخلي الإنسان يصبح وعاء من النور اللي ما بتشوفوش الملائكة بتحاول الإنسان العالم إلى وعاء وفيه مدد الله بالعلم ينزل فلملائكة ولذلك لما تجد الملائكة مجلس والعلم تتنادى تنادى على بعضها عشان تنزل وعشان كده الملائكة بتستغفر ليه ليه؟ لأنه كان سببا في أن يروا نور تعليم الله سبحانه وتعالى ولما تعرف الحال دي هتقدر تفهم بقى الجزء اللي بعد كده في الحديث وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل الكواكب إيه حكاية النور هنا؟ عشان فضل العلماء فضل العلماء والبهجة اللي بتحصل للملائكة لما يحصل التنور والتعلم عند العلماء فيبقوا عاملين زي الأقمار في السماء وحواليها كواكب الكواكب دي بتممكن نفهمها للملائكة بس هو الإنسان العالم بيصبح كالقمر ولذلك حضرة النبي تفهموا بقى لما قال إيه أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم وهتديتم وبعدين يوصل بقى طب والأرض بقى قال لك الأرض تتميني نور نور إيه؟ يفضل نور النبوة إزاي؟ مين الله يورس نور النبوة؟ وإن العلماء ورسة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وإنما ورسوا العلم يا سلام ولذلك يسموا العالم الحق اللي سار على طريق العلم بالمنهج الصحيح يسموه وارث محمدي يعني وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال إيه؟ فمن أخذه أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر وافر من إيه؟ بحظ وافر من ميراث النبوة طب قد نقول كلام ده ليه؟ عشان لازم نسمعه لأولادنا طول الوقت بس مش بالطريقة التلقين لازم نسمعه لأولادنا كده إن احنا نفرح بيهم لإن هم نقول للولد ورايح وإحنا في بداية العام الدراسي نقول له كلام مهم جدا نقول له أنت رايح وفي الطريق هتزفك الملائكة فلازم نازم وإحنا بنعيش بقى في بداية عام دراسي جديد إن احنا نعيش هذا المعنى إننا نعيش مع أحد أهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بنتكلم فيها عن العلم اللي بتخلينا ننظر للتعليم إنه منحة من الله هبة من الله مدد من الله مش عب ومش واجع قلب ومش مرمطة في توصيل الأولاد رايح جاي لأ إحنا راحين نزف من تزفهم الملائكة فيجي حضرت النبي ويقول لنا من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وكلمة من سلك هنا بتعني إنه هو العلم الحقيقي العلم بالمعنى الحقيقي مش بس حد يسافر من مكان إلى مكان وكمان تشمل السلوك المعنوي اللي هو حتى في المذاكرة يعني احنا بنذاكر حتى احنا سلكين طريق العلم يبقى ينفع الطريق المادي وينفع الطريق المعنوي كمان زي المذاكرة والإراية فكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو حد ساب بلده وأصد إنه هو يروح يتعلم فده في الحقيقة رايح للجنة مش لازم عشان أروح الجنة لازم أموت شهيد لكن ممكن كمان أروح الجنة كمان وأنا بروح بالشهود إن أنا أشاهد نور الله وهو بيعظم وبيجل وبيبارك أهل العلم عشان ده بينقذ البشرية وينقذ الإنسان من الجهل ويخليك أقرب من الله ويخليك في حضرة مولاك ويدلك على الله من أقرب طريق وممكن على فكرة يكون المعنى كمان إن ربنا زي ما سهل ليك طلب العلم وعانك عليه هيسهل لك طرق كثيرة من العلوم والعبادات اللي توصلك للجنة لإنك مشيت في حبه ويرضيك سبحانه وتعالى وترضيه وكلمة علمة جاءت نكر عشان إيه تشمل كل العلوم يعني ابن الراحل عندسة بنتخرج بس ابن الراحل عندسة برضو داخل في ده وأولادي كذلك اللي راحين في الكليات المختلفة برضو داخلين في ده طب ابن اللي في ابتدائية ورايح حسة العلوم برضو ده حسة الأحياء حسة الفيزياء حسة الكيمياء كله ده بس بشرط واحد إنه يكون فيها نفع للإنسان